اهلا بيكو تعالى نحضر مع بعض النهاردة بيرجر الشركات هقولك ازاي تعمليه يطلع مزبوط جدا جدا معاكي ازاي تعملي الكمية وتحفظيها في الفريزر وتفضل محافظة على نفس الطعم والحلاوة بتاعتها مش هنشتري بيرجر من برد تاني ابتا بعد ما تشوف الفيديو ده انا بسمى الفايومي لو المرة تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او شتراك في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديد وما تنسوش لايكو شيري الوصف اللي عجبتكو ويلا بينا نبدأ قصد اول واهم حاجة في الوصفة دي هو الفول السوية البرجر اللي احنا بنكله اللي بنجيبه معلم بتاع الشركات بيبقى فيه نسبة من فول السوية انا هنضيف 200 جرام من فول السوية على كيلو من اللحمة اقصى حاجة تضيفيها على كيلو اللحمة 250 جرام احنا اللي بنكله منبرة بيبقى نسبة السوية فيه عالية جدا جدا ما بيقاش اصلا بين فيه طعم اللحمة هي قريدي على فكرة السوية يعني بتخلي طعم البرجر حلو فاحنا النهاردة مترجدين نعمل منه اللي هو الوسط يعني لايبقى الطعم اللحمة مختفي وفي نفس الوقت يبقى يعمل معانا كمية كبيرة انا ضفت عليه مياد سخنة غطيه كله بالماء السخنة ويسيبيه كده لحد ما تحسي ان هو شيرب الماء بتاعته كلها بصوا بعد شوية تحس ان هو شيرب بصوا شيرب الماء اللي انا ضفتها كلها ده مهم جدا عشان السوية بتاعتك تترى وتقدر تفرميها كويس مع البرجر هياخد بقى ده وهصفيه كويس جدا من اي معي زيادة فيه انا مستخدمة كيلو من اللحمة تقدروا طبعا تقليلوا الكمية تستخدموا نص كيلو فنحط عليهم 100 جرام من فول السوية اقصى حاجة تضفوها على كيلو من اللحمة هو 250 جرام من السوية تقدر تزودي عن كده تقدر لو انت حابة تقطري الكمية بتاعتك وتعملي الكمية اكبر علشان تبقى اوفر مفيش مشكلة بس هيغير طعمه شوية هيبقى على فكرة طعمه هيبقى شبه بتاع الشارع اكتر يعني اللي احنا منجيبه جاهز اكتر بس ما تزوديش بكل حال من الاحواني عن 300 جرام علشان ما يضيعش طعم اللحمة ما يضيعش فايدتها هضيف عليهم بقى انا مستخدمة بهرات البرجر بتاعت ماجي وبتاعت كنور ببقى اني مستخدمة كيلو والكيس ده المفروض بيتحط النص كيلو انا فانا جيب تشكل من ده وما بنده انا جربت الاتنين كل واحد لواحده قبل كده اه ماجي هي المفضلة بالنسبة لي السراحة هضيف عليهم كمان اه معلقة صغيرة من البيكين بودر عشان ما يتكشش هضيف كمان معلقتين كبار من الكاتشاب لو مش مدافر عندك الكاتشاب او حسن الموضوع يبقى مكلف عليكي ممكن تتغني عن الكاتشاب هنزل كمان بالصوية بتاعتي بعد ما صفتها كويس جدا انا كمان ضفت مكون مهم جدا بس الكاميرا ما صورتهش انا ضفت ميت جرام من البصل مفروم ناعم جدا جدا ومتصفي فرمت البصل ناعم جدا وصفيته هاخد بقى كل الحاجات دي مع بعض واخلطها مع بعض كويس جدا وافرومها في الكبة على مرتين يعني افروميها وشين زي ما بيقولوا عشان كل حاجة تختلط مع بعضها لحد ما يبقاش باين الصوية في اللحمة بالمنظر ده بالزبط تبقى كله كده مختلط مع بعضه كويس جدا هتلاول مقدير كلها بالتفاصيل في صندوق الوصفة تحت زي ما متعودين وطريقة الاعادة عشان تاخدينها عندك سكرينشوت بصوا انا هعمل البرجر تقريبا ستين جرام انا عملت الميت جرام لقيتها كبيرة قوي حتى العيش اكبر منها فعملتها ستين جرام دي كانت حلوة جدا لو ما عندكيش مجبس البرجر اي حاجة مدورة الغطى بتاع برطمان علبة الجبن النستو اي حاجة المهمة تديكي شكل مدورة حتى تعمليها بيدك حطيت ما بين كل برجراي وبرجراي ورقة من الزبدة لو مش مدافر عندك حطي كياس قطعي حتى تتغنانة وحطيها المهم انك تفصلي ما بين كل واحدة وواحدة لان انا حاب اشيل منه في الفريزر لما شيل منه في الفريزر لازم يكون مفصول عشان يبقى تطليقه بعد كده والشغل بيه سهل هغطي بقى دول هغطي جزء كده منه بصوا اصلا شكله عامل ازاي ده بالزبط شبه اللي بيه منبران احنا لو بنفتق لما بنجيب برجر حلواني الجنب وبفتحه بلقيه كده بالزبط هحطه في علبة محكمة الغلط وقفلها كويس جدا وشيلها في الفريزر تلت شغور معاكي البرجر في الفريزر زي الفول كانك لسه عاملين ما عندي كيش علبة كيس كويس قوي قوي ونلف طبقتين ونحطوه في الفريزر بردو خلي بالكو بس ان هو يكون مقفول كويس عشان ما ياخدش اي ريحة مش لطيفة من التلاج في طوصة بقى تكون سخنة هحط مسحة كده من الزيت تقدر تحطي مسحة من السمنة مسحة من الزبتة زي ما انت عايزة وبعدين هبدأ همر البرجر بتاعي الطوصة بتاعتي كانت سخنة وبعد ما انتر بالبرجر بسيبها بالظبط 3 دقايق على نار عالية وبعدين بهدي النار واللي خطو بقى اللي رمع منها دي مهمة جدا اضغطي على وحديات البرجر بالمنظر ده بالظبط علشان ما تكشش مني الجيمد وعلشان كمان هتلاقيها لمة كده من الجناب فده مهم او يضغطي عليها كويس كده بالمعلقة لحد ما تاخد اللون التحفة ده افضلي قلب فيها بتاخد تقريبا ربع ساعة على النار وتكون استاوت ما تلاقيش استاوت كويس جدا من جوا كمان والمهم انها تاخد لون حلو كده حدوا النار بعد ما تاخد تشويحة من الجنبين بتاعها علشان اللحمة بتاعتك ما تتحريقش من بره وتبقى كمان نشفة بصوا بقى شكل البرجر عامل ازاي ريحته فضيعة مش قادر وصف لكم الريحة عاملة ازاي لو هتستخدمه نص كيلو او عايزين تستخدمه نوع بهر واحد هتستخدمه بتاع ماجي بتاع ماجي عجبني جدا البهرات بتاعته باكيتها قوية قوية عن كنور وممكن اصلا تستخدمي عن الاتنين وتكتفي بانك تحط فيها ملح وفلفل اسود ورشة صغنانة من البهرات بس يخلي بالك عشان في شعرة صغيرة من ان هو يتحول لكفتة بصوا البرجر جوسي ازاي من جوا جوسي جدا جدا من جوا ودي اهم حاجة بالنسباني ان انا ماكلش البرجر واحس ان هو نشف قوي من جوا وبس تكتعلي بقى نعمل احلى صندوطش برجر في الدنيا حطوا بقى المكونات اللي انتوا عايزين انا حطيت كاتشاب حطيت مايونيز احط كمان شوية مستردة ضيفوا بقى جبنة لو حتى عايزين تضيفوا جبن ومعندي كوش الجبن بتاعت البرجر ممكن تضيفي شريحة جبنة شيدر ممكن تضيفي شوية مونزاريلا وضيفت خصايا زي ما ركبوا بقى صندوطش زي ما انتوا بتحبوا حطيت كمان شو رايح من الطماطم وبعدين حطيت البرجر بتاعي هتقدروا تعملوا معشرة مضفو جواي انا هضيف بصل مكرمل انا كنت بصرارك وصفة البصل الصراحة بس يعني الموضوع ماكملش الصراحة بتاع الوصفة انا هكتبلكم طريقة اعدادها تحت التفصيل اوه سهل جدنا البصل مكرمل دي شوية بصل وسامنا بتسيبيهم على النار لحد ما البصل بتاعي كيتبل وبعدين بنضيف عليهم السكر والملح هتكتبلكم طريقة الاعداد والمأزير تحت بالزبط وبقى عندك احلى صندوطش برجر في البيت حلوة جدا للوصفة دي جدا جدا وانا هزا اقول لكم انا عملت وعملت منها كيلو تاني وشلته في الفريز لرمضان عشان لما الواحد يعني يجي عليه لحظة كده او يوم مش قادر يطبخ او مش قادر يقف اطلع البرجر وعمله على طول البرجر بقى جنبيه شوية بطاطس وخلاص على كده او حتى سانشات برجر وماكرونا اكلة سهلة جدا وبطريقة اعدادها بسيطة اعملوا البرجر في بيت يا جماعة تشتروش من برا خالص بلاش برجر للشركات تماما لانه بقى يعني حتى الاول كنا بنجيب انواع بتبقى كويسة بس انا اخر معاملتي بينهم ما بقاش كويس خالص وما تيلاقوش من فول السوية لحد بيقولك ان فول السوية ضار لا او فول السوية مش ضار يا جماعة لو احنا بنستخدمه بكميات معقولة يعني انت هتعملي هتحطي 200 جرام افراد الاسرة كلها هيكلوا منها ومش هيكلوه مرة واحدة كمان ده هيكلوه على مراحل زي ما قلتلكم فول السوية مش ضار ضار لو انا بستخدمه بكمية كبيرة وكتير يعني يبقى يكون مثلا كمية كبيرة طول الشهر انما انا كل فين وفين لما بتكلي فول السوية فما تيلاقش منه خالص اتمنى الوسط تكون عجبتكو اتمنى تجربوا وتقولي لك فيها ايه منسوش تحت انك اتبالكو كل المقادير وطريقة الاعداد حتى انتغذي عندك سكرينشوت وتفضل عندك نسوش كمان تكتبولي في الكومنتات على رأيكو في الوصفة او عن اي وصفة تانية عايزين نعملها لكو واشوفكو على خير ان شاء الله في وصفات جديدة وباي باي اشتركوا في القناة